موسيقى موسيقى صباح الخير مشاهدين الكرام أهلا وسهلا فيكم إلى هذه الحلقة من حوار اليوم مع الأستاذ رفعة بدوي المستشار الخاص دولة الرئيس سليم الحص والباحث السياسي أهلا وسهلا طمنا عن دولة الرئيس الحص الحمد لله بخير الحمد لله وضع مستقر والله الحمد لله بخير إن شاء الله عطول يا رب الله يقدم له صحة لكل البحاجة لأله من ربنا صحيح عندنا كتير موضية ما في شك ما رح نستعرضها هلا رح نحكي فيها شوية شوية لكن أنا لفتني بارح حضرتك حاطي التعليق معبر جدا بثلاث كلمات أو أربع كلمات عن مسبار الأمل رحلة مسبار الأمل إلى المريخ نعم أنت حاطي تعبير كلمات جدا معبرات وقفت عندها أنا حاطيت حضرتك كتبت فلسطين أليست فلسطين أقرب من المريخ أليست فلسطين أقرب من المريخ؟ نعم صحيح أنا حابة أسألك ليك كتبت شو دخل المريخ في فلسطين؟ شوف أستاذ جورج أنت بتعرف أنه أي اكتشاف علمي هو مشجع يعني من شجع لكن يعني أن يكون الاكتشاف هو بمثابة اكتشاف مدفوع ثمنه وليس يعني ملزئ يحمل الهوية الإماراتية مئة في المئة هو مجرد ضيف يعني طلع واشتروا الاختراع وطلع إلى فوق هالأموال التي صرفت أنا ما يعني ما دفعني أن أكتب هذه الكلمات أليست فلسطين أقرب من المريخ؟ بعتقد أنه الشعب الفلسطيني هو مسؤولية عربية يعاني الكثير الكثير وفلسطين هي مسؤولية عربية مطلوبة منها الأموال التي صرفت على رحلة المريخ لو خصص نصف ما خصص للمريخ أعتقد بأنه كان تغير وضع فلسطين الكثير الكثير ولو فكرنا على بكثير من هذه المنحة أو هذا المنحة أو وضعنا فلسطين نصب عيوني لكنا وفرنا الكثير الكثير على هذه الأمة لكن للأسف أنه مثل ما أنك شايف الذهاب نحو العدو الإسرائيلي صار أقرب إلى أي شيء ويبدو أنه العدو الإسرائيلي أصبح مقررا للكثير من الأمور في هذه المنطقة العربية متأسف ليست فلسطين أقرب من المريخ وهي كلمات معبرة جدا يعني أنه يعانيه من إهمال القضية الفلسطينية وإهمال الفلسطين ونسيانها حتى التآمر عليها والقضاء عليها كمان من بعض العرب إذا كانوا الفلسطينيين هني جزء منهم أكيد مشكلهم إذا جزء كبير منهم قبلين بالواقع الحالي نعم ونعمل اتفائيات وحتى هذه الاتفائيات رغم مذلتها ورغم نقصانها ورغم محدودية النتائج تبعيتها الاتفائيات أصله الرمز الفلسطيني برمز بنظر الفلسطينيين والمؤيدين لقلوا أبو عمار ياسر عرفات الضحياته كلها سوى عم بيقول أنه عم بيقاتل إسرائيل لمدة اتفائيات أصله يعني اللي كانت أسوأ بكتير من كام ديفيد وأسوأ بكتير من اتفائيات ودي عرب وهي مهدت لكل الأمور اللي عم تصير بالفلسطينيين لدرجة أن ياسر عرفات اخر شي صار بالمواطع صار بيرم الله صار إيه تحساجين أربع حيطان بيقول لك إذا الفلسطيني بده هايك ليش أنا بدي كون ملكي أكتر من الملك لا مش قصة الفلسطيني عربي وغير العربي شوف هلا إذا بدك تبحث بالقضية كقضية يعني غرر غرر بالفلسطيني غرر؟ نعم نعم غرر بالفلسطيني كونه أنه والله السلام آتي إلى المنطقة بدفع أمريكي وبعد ما دخلت مصر الزعيمة العربية أنا ذاك كانت حتى وعد بخسارتها أو ربحها للحرب ب73 كانت بزعيمة الوطن العربي وكل بيعرف ذلك لكن ما صدر عن بعد ذلك أنور السادات من خياني للقضية العربية وخياني حتى لمصر نفسها يعني بأنه مصر هي حتى كان باستطاعتها أن تحرر الكثير من سيناء أو بالأحرى كل سيناء لكن غدر بيحافظ الأسد وهذا تاريخ يعني موثق ما ما بده مني وغرر بالفلسطيني يعني ذاك بأنه السلام آتن حتى بعد التسعة وسبعين اللي هو اتفاق كام ديفيد فخاف ياسر عرفات قالك حتروح علي روحوا للعرب يتفقوا وأنا بعدين بطلع برا خليني حصل شيء لكن في نهاية الأمر ما تبقى أنت تفضلت هلأ نكرنا أو بالأحرى نحن استنكرنا اتفاق أصله منذ البداية منذ بدايته وكتب فيه كثير يعني أنه مش هيدا المطلوب لكن ياسر عرفات كان يقول ومش دفاعنا عنه يعني بالعكس أنا كنت مناهد لحتى سياسات اللي التباع مؤخرا هو تخلى عن ما يسمى بالميثاق تبعى منظمة التحرير فيما بعد بناء أن اللي طلب إسرائيلي تخلى عن مبدأ المقاومة عن البند المقاومة المسلحة وهذا أمر يعني كان القاضي الضرب القاضي هلأ ياسر عرفات قال لك بالحق حالي لو أني حصلت قطعت أرض ومنها برجع بنطلق من جو لكن هذا كله كان كلام فاضي واستطاع العدو الإسرائيلي أن يمرر أجندته هو بالأمريكين ويدحك عليهم ويسوف فيهم من التسعين لهلأ ما تحقق شي من أوصله ولا نعطه شي للفلسطيني ولا منزل حتى اليوم نعاني من صلف الإسرائيلي من المستوطنات الموجودة من مصادرة الأراضي لم يعترف حتى تم التوسع يعني ما كان ما كان متفق أنه والله الأدس يكون فيها في صفارة أمريكية ويعترف فيها صفاء كعاصمة للعدو الإسرائيلي تعدوا على ذلك فلم تحقق شي لا أوصله ولا كامديفيد ولا من يحسنه التاريخ هو سايحكم وأعتقد أنه بلشنا نحن هلأ عم نكمش صفحة التاريخ هلأ الشعوب عم تبلش تكمش صفحة التاريخ لا تبلش تنقلها أو لا تقلب الصفحة بعده بكير وهذا ما صار طويل لكن أنا بالمستقبل قد ما صار فيه تطبيع مع العدو الإسرائيلي أستبشر خيرا بأنه النهضة ستكون من الشعوب العربية وليس من الحكام بالتأكيد أستبشر خيرا بالشعوب العربية أنت بتستبشر خيرا أن أستاذ رفعت بعد اتفاقيت كام ديفيد بـ 41 سنة بعد ما صار شي واتفاقيت ودي عربة بـ 27 سنة بعد ما صار شي ووصلوا كمان 28 سنة بعد ما صار شي ولبل بالعكس عم بيصير تطبيع كيف حضرتك عم تبني على تمنيات وبينما الواقع يقول بأنه العرب قبل الإسرائيلية نعم هم من يهرولون نحو هذه العلاقة الدونية مع إسرائيل حضرتك عم بتقول صلف الإسرائيلي إسرائيلي صلف ومجرم وجبان ووحش أوكي اتفقنا ما في مشكلة وما في أبدا مزيدات بين بعضنا عليها ومشاعدات بس الجبن العربي والخبس العربي والتراجع العربي مش هو اللي خلى الإسرائيلي نعمولاك ربنا أعطاهن أرض تحتوي تصبط مئات ومئات 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 مليارات الدولارات اللي صرفوها على غير صحيح وما حضرتك عم بتقول هلأ البعض مننا وضعت في هذه الرحلة اللي كمان من بركلهم فيها يعني بس كمان مثل ما أنت قلت حضرتك بده واحد يروق شوي اللبناني سنة الأربعة وستين عملوا صاروخ مزبوط قبل ما كان فيه قبل بالستينات قبل الأربعة وستين ما هي سنة الأربعة وستين بلش التجربة وطار أربعمية وخمسين كيلومتر ونزل بالماء الأبرسية ضمن التجرب ووجهوا بإسرائيلية قالوا لهم تعالوا لهون مش اللي ستعالية بعتولهم شاردقول تتصل بجنرال أو بالأحراب برئيس جمهورية فوات شايف بأخر سنة من عهدهم بس أنا عقول اللبنانيين تلميذ جمعة هاي جازيان المحترمي أول تلميذ بالوطن العربي فكروا بمنظومة الصواريخ اللبنانيين عملوا صواريخ عملوا صواريخ في سنة الأربعة وستين نحن عم نحكي من ستين سنة تقريبا نحن نشوف حالنا رح على أمريكا وتلميذ وصاروا بناسا صحيح بقى لبنان لو ترك كان عنده كان باركي كان أهم أحسن من هلأ بكتير بشيء من نقول ما حدا بيعرش كان صار بس أكيد لو ترك يتلقلوا بقى هذا وكله من بارك بس كمان عم تنعمل القصة وكأنه يعني كأنه القاعدة والصنع والصاروخ وهي ده كله سوا شغل شغل صنع في البلاد العربية شبهها مثل ما يعني مش عار مكلف يعني مكلف مليارات الدولارات كان واحد اشتر سيارة فراري بس فابع في سوء بجيب وله واحد تع سوء عني وبشوف حاله فيه عادي يعني لا أكتر ولا أهل خلق المهم نعم نتركز أنا انت سألتني سؤال كيف عم تبني أملك على الشعوب العربية بعد كل هذه التطبيع التاريخ ما بيرحم استاذ جور وعم يثبت يوم عن يوم انه ما يسمى بالممانع أو المقاومة ضد العدو الإسرائيلي مفهوم المقاومة ضد العدو الإسرائيلي هو الأنجع والأثبت والدليل انه ما وصلنا اليه اليوم لأول مرة بتاريخ العدو الإسرائيلي او منذ نشأته للكيان يخاف من شيء اسمه لبنان لبنان هو العيد الأساسي اليوم لعله هلأ بتشوف انه كل المبادرات وهالهجوم الدبلوماسي على لبنان ليس حبا في لبنان صدقني فقط لأنه المقاومة هي من تشكل حزر الجزاوية ضد العدو الإسرائيلي وباتت المقاومة هي المهدد الرئيسي لأهد العدو الإسرائيلي بتشوف انه كل العالم اليوم هاجم على لبنان ليس حبا في لبنان أو للبحث عن حل قضية لبنان أو لكل تسويات مرحلية اللي عمفتشوا عليها الحكومة ما تألف اليوم بتألف بكرة ما تألف بكرة بتألف بعد ومنه المشكل المشكل أنه لبنان أصبح يشكل عائقا أساسيا أمام هذا العدو الإسرائيلي والأوروبيين والأمريكيين خائفون على هذا الكيان من تعاضم قوة محور المقاومة في المنطقة ما يهدد الكيان كله هذا الإسرائيلي في الزوال وأنا عم أقول هذا الكلام يمكن عالم بتروح بتقولك اليوم عم بروح ويطبع وأنت بعدك عم بتحكي بالزوال أنا أكيد أنه في أي حرب قادمة سيكون خطر زوال الكيان من أساسه قابل قابق قوسيني أو أدنى يعني بيكون عشو عم تستنق نحن عم نحكي بمنطق بعيدا عن العقل بس معلي لأنك أنت عم بتقول الزوال هلا كلنا نتمنى قلبيا يعني عملين قبيح ما عملين منيح وكل بيتولى يعني اللي بيحب أرضه بحب بلده بشوف الشانعات اللي عملوها بيتمنى زوالهم بس فيك تقولي على أي مستند مرتكز حضرتك تتقول زوالهم سنة تلاتة وسبعين كانوا العرب هجمين عليهم أحسن من هلأ بكتير ستة تلاتة وسبعين عبروا خط برلاف جيش السوري طلع وأخذ نايترا وأخذ الجولان وبلشت التركيبات عند المصاروي بيعون للسوريين وتركوهم منص الطريق السادات تركوا للأسد لوحده توصلوا على خمسة وعشرين كمتر بعيد عن دمشق مزبوط سوريين طيب كان بأسوأ وضع تلفن على أمريكا بالخط شو بسموات الخط التليفون الأحمر خط الأحمر قالت رح قدروا بالأملة النووية رح أعمل مسادة تتذكر بتعشوا مسادة بالتاريخ بالوعي الإسرائيلي رح أعمل مسادة إذا ما بتمدوا لجسر الجوي تقدر لحق حالي وهذا بالنهاية أنا ما عم بقول هلأ ما عم بعمل مشهد أبوكاليبتي يعني مشهد قيامي بس إنه زوائل إسرائيل بالنهاية في أسحة ردع وفي قوة ردع معينة بتخليك ترجع تفكر كيف بدك تشيلها لإسرائيل في قوة صار معبيلة أستاذ جورج كنا بالأول يعني ما بح أنا ما بحب أنا التكبير الأمور لا 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 في شي معبيلة بس كلمة زوال فيها 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 كتير مبالغ إنهيار المنظوم تلكيان كلها عمر ما ترجع بس إنه فيها مبالغ إذا بدك تصلح فيها إنهيار منظوم تلكيان كلها هذا معناته هلأ فيه أنظمة بالدول منهارة تشاوشيسكو منهار صدام حسين منهار الدول هذه الكيانات كلها ما كل الدول كل الدول مشت مع الروس نهارة الاتحاد السوفيتي واللي كانت بفلك وأكيد في دول راحت مع أمريكا بس أمريكين بعون مثل الشاه إيراني مثل الصدق هلأ شو كل العمل اللي كانوا أمريكين بالمنطقة شو صار فيهم ما تركونوا ونفلوا حسن مبارك ولا صدام حسين ولا تاني ولا تالي أنا بقول أنه السياسات قابلة للتحرك يعني الوضع قابل للتحرك مش ما بقى جامد مثل الأول كنا بالأول على أساس أنه في قوة لا تقهر في المنطقة اسمها العدو الإسرائيلي اليوم صار في قوات متشابكة مع بعض تحيط بهذا الكيان وتهدده ما بقى قصة مسحة يعني أنا اللي عم قوله ما أنه قصة خيان كل الدول العربية عامل التطبيق عامل سلام مع اسرائيل مين عم يهدده حزب الله حماس حماس نعم حماس حماس رغم اختلفنا معها ورغم ما أقول أنا مني بحاجة مختلف معها رغم اختلفنا معها بس أقول حماس محصورة بمنطقة معي يعني تضرب صاروخان تضرب صاروخان بتعمل مفاوضات معهم للإسرائيلية وبتروب جرب العدو الإسرائيلي أنه يفوت وتكبت خسائر وما قدر كفة على هالبقعة الصغيرة لأننا ما عم نكبر الحجر لكن أنا عم قل لك أنه هذا العدو الذي كان لا يصاب بأي ضرر اليوم سيصاب بضرر كبير في حال حاول وفي حال اتحدد كل القوى ممكن تشكل عليه خطر كبير أنت شوف بالداخل الداخل العدو الإسرائيلي هلأ قبل ما فوت على الستيديو كاتب بيقول يعني مش كاتب حتى محل الاستراتيجي بالجيش الإسرائيلي يتهم نتنياهو بأنه أكبر خطر على الداخل الإسرائيلي هذا إذا أنت كنت تشوفها ما كنا نشوفها صار في حتى بالجبهة الداخلية للعدو الإسرائيلي اليوم ما بقى متماسكة مثل الأول صارت كتير مهترئة حتى لدرجة اليوم بقولوا لك أنه إذا كان شنة حرب على الكيان الجبهتنا الداخلية ليست متماسكة عظيم شو ناطرين طيب الشباب يهجموا ما زالوا ما زالوا هكي يهجموا بدك تشوف التسوية طلا بدك تشوف يهجموا كي أسير ما كمان ما أحترامنا لك أنا أنت بتعرف بارف بارف جدا أنا منحترين بس ما منسير و أنا منحب هيدول لا 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 مش طب خير ولا طبيعي مش أنت حشاك لا أنت ولا أنا بس أنه إسرائيلية عم بيعربدوا عم بيعربدوا ليلة نهار بسوريا والعيرة ولبنان وكذا وهي دا كل يوم كل يوم هلا من يومين عاملين غارة طويلة عريضة معاورين اللي عوروا مزبوط عظيم طيب الكيان عم بيهتزموا طب ما زالوا هل قد الكيان هل قد ضعيف هلا يتفضلوا يهجموا الشباب شو ناطرين بالسياسي شاعمل لك حزب الله عم بلك حزب الله بس بدوا يأزيهم بيعورهم بس أنا عبول هذا المحور عم تقول عنه يلي أنا شخصيا مش شايف فيه إلا حزب الله يعني مني شايف إلا حزب الله هو قائده قائد حزب الله سوريا هني قواته بالتأكيد وبالدفع إيراني معروفة هذه لكل العالم يعني معه مش عادة لكن أنا بقلك بالتكتيكات السياسية هني هوا منها لكن بالعسكر أكيد هني أضعف حيكونه طيب هلأ فلنا نحكي بالممكن ممكن يتطبق نعم تفضل شو عم بيسير كنا عسيس متوعين مشكل إيراني أمريكي رأي المشكل إيراني الأمريكي هلأ ولع مشكل فرنسي وإيراني أكيد على الموضوع أكيد معروف بدي قراءته أنت تعرف أنه الولايات المتحدة اليوم المنطقة الشرق الأوسط حتى تحديدا منع على اهتمامتها كلها بما فيها لبنان وسوريا ووووو هالمدهار مبارح بالتحديد يعني إذا رئيس الأمريكي كان بالبنتاجون وقال أنه علينا أن نواجه الصين وخطر الصين بما فيه نؤلف فريقا مختصا لمواجهة أخطار الصين على الولايات المتحدة وسنستعمل القوة إذا اضطرينا لحماية مصالحنا هذا الكلام اللي قاله مبارح بالبنتاجون طيب هيدا بيدلك أنه هم الولايات المتحدة لا لبنان ولا سوريا ولا المنطقة همه التفاوض مع إيران تحديدا وتشكيل جبهة أوروبية مع أوروبا في مواجهة الصين وروسية هيدا بالإنجنرا أما بخصوص المنطقة هون أو ما يهمه من هذه البلدين اليوم هو تحييد إيران أو على الأقل عقلنة إيران عقلنة إيران كيف بتصير أنه نعطيها من هون رفع الحوثيين لإحت الأرهاب ونرجع من روح بعدين لمحل اسمه مفاوضات مع الحوثيين أو مع اليمنيين لإرساء الحل وهذه الحرب يجب أن تتوقف ويجب على المملكة العربية السعودية أن توقف هذا الحرب وإلى آخر هنمنع الأسلحة بس هذا كله ما بيعطيك حلول اللي عم تبحث عنه الولايات المتحدة هي إبقاء هذه المنطقة على حالها يعني إبقاء هذا ستاتيكو القائم في المنطقة على حاله والذهاب نحو أذرع الإيرانية في المنطقة للحد من تدخل الإيراني من كامل الحوثيين وتسهيل أمور بعد الأذرع في المنطقة لكن ما هم الولايات المتحدة اليوم هو بالتأكيد واضح تماما وفي هذا المجال أنا يعني خليني أقول لك على شي كتبته يوم التالتة طلعا بجريد الوطن في سوريا عنوان بقول بايدن ولغة الببغاء المستعرب بس من ضمن هيدول الإشي اللي أحكي لك فيه شيء موثق بأنه الولايات المتحدة اليوم رغم أنه عم تفتش كيف بدت لهم سوريا والنظام في سوريا ومبارح بعد آيلي أنه الجولان يجب أن يبقى في يد العدو الإسرائيلي توني بلينكين قال شيء متناقض قال إنما بالنسبة للوضع القانوني هذا أمر آخر لكن بالنسبة للوضع العاملي يجب يعني يشرع الاحتلال لإحتلال الجولان بس كي يعترف فيها مثل ما عمل ترامب لأ هذا أمر آخر الإدارة الأمريكية اليوم أرسلت رسالة إلى الدبلوماسية السورية تسأل فيه سؤال واحد عبر توم أوكنور اللي هو كبير مراسل أو كبير كتاب النيوزويك ومترجم السياسة الخارجية في البلاد المتحدة كلف من إدارة بايدن أن يتجه لنحو الدبلوماسية السورية ليسألهم سؤال هل هناك أفاق للتعاون بين الولايات من إدارة بايدن تحديدا والدبلوماسية السورية كان الجواب واضح السوري في سبع شروط حطوا لهم سبع شروط إنه إذا كنتوا ما بتدخلوا بمنع التدخل الأمريكي في شؤون الداخلية السورية وخصوصا فيما يختص الانتخابات واللجنة الدستور هذا واحد اثنين عدم استثمار النفط والغاز في شرق الجزيرة عدم دعم قوات قصد عدم استثمار الملف النازحين ووقف ممانعة عودة الدبلوماسية العربية إلى دمشق وبعدين رفع الحضر عن كل العقوبات أو رفع العقوبات عن سوريا هذه الشروط وضعتها سوريا وردت الخبر وبعدين قلت لهم أرفقتها أنه إذا كنت نفستوا هذول الشروط لا مانع من إقامة حوار بنا يفيد البلدين أو لمصلحة البلدين هذه المعلومة الموثقة اللي عم نقول لك يعني مشان هيك عم نقول لك أنه أمريكا اليوم حتى بخطابه اللي ترجمت سياسات الخارجية بايدون حتى خطابه كان بده تفسير يعني يقوله الشيء ونقيده بالوقت الحاضر لكن المؤكد أنه كل اهتماماتهم اليوم هو نحن بصين فيك الشيء ونقيده ما زل حضرتك الشيء يذكر شيء ونقيده أكيد لما بقول فيه توقفت ضيقات معي حتى بالمقال مكتوبة من المفيد كيف بده يحل قضايا الشرق الأوسط جوبني كيف بده يحل قضايا الشرق الأوسط مثلا على القضية الفلسطينية نحن نؤمن بحل الدولتين لنقول طيب لما سألوله طوني بلنكين وزير الخارجي قال له أنت مع إغلاق السفارة في القدس وعودتها إلى تل أبيب قال لا هذا أبدا ما رح نقرب عليه طيب كيف بدك تحل القضية طيب الحوثيين إذا رحت أنت لأنه هو ركز على الحوثيين لأنه في سؤال كبير ليش الآن هو أدايا بس من قضايا المنطقة أولى الحوثيين أو أزمة اليمن اهتمام خاص هو لإيران هو محوار مع إيران بيقلك أنه يجب على الحوثيين وقف الاعتداءات على الرياض وعلى الأمينين طيب بالمقابل كيف ما فيك تمنع أنت المملكة العربية السعودية من شأن غارات يعني صار في ما في ما في بلنس لو في جدية كان بيبعث موفد بيقوله للتنين وقف اطلاق نار يلتزموا في الطرفين حاليا وبعدين بيروحوا على تواصل سياسي لكن هذا شي كمان طيب بالنسبة للعدو الإسرائيلي بيشرع الاستيطان ولا ضد الاستيطان هو بيقوله ضد الاستيطان العدو الإسرائيلي اليوم رايح بالاستيطان أدبى بدأكم مستدارة الأراضي فبالنسبة لسوريا يعني بعده لحد اليوم رجعت النغمة الأديمة أنه طالما موجود الرئيس بشار الأسد على سدة الحكم وموجود الإيرانيين وموجود كذا بسوريا ما رح ننسحب من سوريا طيب كيف كيف تتنحل القصص هنا في شي نقيده يعني بعد السياسة الخارجية الأمريكية غير واضحة تماما بالنسبة للمنطقة واضحة بالنسبة للصين في مواجهة أو بالأحرى محاولة استقطاب أو الإعادة إعادة استقطاب أوروبا من خلال عودة الولايات المتحدة لمناخ واتفاقية المناخ في باريس لإعادة لملمة الأوروبا لتشكيل جبهة ضد الصين تحديدا هلأ اليوم تعقيبا على سؤالك كنا متوقعين كباش أمريكي إيراني صار كباش هلأ فرنسي لأن أوروبا أصبحت اليوم متشددة بناء على طلب من الولايات المتحدة تتشدد بمطالب جديدة أدخلتها على الاتفاق النووي مظبوط أو لا وهي إشراك إسرائيل والسعودية والمفاوضات لا ما هذا الهم هذا الرفض الإيراني أعلنت إيراني وهي طرف طرف إشراك إسرائيل والسعودية وترجع تعيد المفاوضات من أول وجديد وهذا ما رفضته إيران والإمام الخامنة قال بخطابه أول مبارئ قولا واحدا خامنة خامنة عفر يعني قولا واحدا حسم لا عودة للمفاوضات ولا عودة للاتفاق النووي قبل رفع العقوبات طيب شو عنده اليوم إيران تخسروا أكتر من اللي خسرته ما في عندك بعد مصادرين كل اللي بيرفع العقوبات طيب هيدول جماعة ما نسحبه من الاتفاق الولايات المتحدة اللي نسحبه الرئيس الرحاني بيقول لا منع لدينا أن نتفاوض مع عدونا وهيدي شغلة منيحة هيك بيقول ايه طيب بيقول نحن معنا مشكلة نتفاوض مع عدونا رفعوا العقوبات بس يعني عملك عم يفتح لهم باب بس هلا أنت بدك تفحس استعمل كلمة عدونا ايه بس تكتب عدائنا عدائه يعني الولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي بس ما بفتكر أنه بيعني أنه نتفاوض مع العدو الإسرائيلي عدائنا لا 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 أنا عبور هو شغلة بس هلا أنت بدك تعد تحسبها اليوم ليش إيران بدك تقدم تنازل وهي على أبواب انتخابات وأنت بتعرف أنه في أجنحة اليوم في إيران متصارعة اللي هن محافظين واللي بعد ما انسحبت البلايات المتحدة من الاتفاق النووي والخمسة زائد واحد ارتفعت أسهمهم داخل إيران لأنه ثبت بنظريتهم أنه هذا الاتفاق لا يفيدنا بشيء وهني كانوا متعاولين حتى حسن روحاني عوّل على مردود إفراج عن الأموال المحطوطة بره لا يستثمرها داخل إيران في حال نوفذ الاتفاق لكن الاتفاق سحب منه ترامب وتخربطت كل الوصص هلأ عم يطلبوا من إيران رجعوا على الاتفاق داخل كيف بدي أرجعنا هني هموا أنه ما يزيدوا من التقصيب لحتى ما يوصلوا لمرحلة أنه يقدروا ينتجوا القمبلة النووية مظبوط؟ طيب بالمقابل لإيران شو قالت؟ عم نفكر هلأ صرنا مع أنه في فتوى شرعية من اليمام الخامنية أنه نحن غير راغبين في إنتاج القمبلة النووية لأنه هذا يخالف الشريعة الإسلامية اللي نعتقد فيها فلكن هلأ تغير الموضوع صار في لعبة ضغوط هي بدأ تكون قمبل نووية لأهداف سلمية وأهداف علمية هاي عم بقوله الإيرانيين هلأ هاي دي تجوز عندهم المفاعل بيكون الأصص وسيقوم بلي ما بتصير ما بتكون لا أنه إنتاج النوو نه إنتاج النوو وهلأ ما بدأ المفاوضات مع المملكة العربية السعودية لاحظ بالخطاب الإيراني ما أنه رافض الموضوع لكن أنت كم مرة راح جوال ضريف طلب من وزير خارجية موعد وما أعطوه من السعودية وما أعطوه مزبوط ولا لا الآن في عندك آن بالانس لا في السياسة الخارجية اللي أمريكية بعد ما توضحت رؤيتها مزبوط وأيضا بالنسبة لإيران هي صاحبة الكعب الأعلى لأنه عندها انتخابات ومنها مضطرة تقدم تنازل عم تعلي من سقفة ما برجع للتفاوض ماكروان دونت أبارب ما برجع للتفاوض ما برجع للتفاوض إلا ما تجيله العقوبات ممكن يكون هذا التالية السقف الأوروبي المتمثل بفرنسا هو كمان اللي تجيله للداخل لكن هل تعتقد بأنه يعني ما تم إنجازه من الاتفاق النووي أن تعيد سياغته إيران عن جديد لا أنا بأعتقد لا في تسوير بدأ تصير في مقاربة بدأ تصير لكن أمتى وكيف بعد حد هلا مش مبين وأنا بقوله أنه بعد بكير لحتى تبين هذه التسوي بين الولايات المتحدة وأوروبا وإيران أعتقد بأنه من المكر جدا البحث عن أو تكههم بأنه هناك ممكن أن يكون هناك أمر ما بالنسبة لإيران بالتفاوض وبالنسبة إلى لبنان عينينا من 6 إلى 2016 من وقت ما وصل ترامب هل الأربع سنين اللي جايين هل سنوات معاناة أم حل حلي للمشكلة ما في حل حلي البلاد المتحدة ليست لن تكون ضليعة بما يجري في لبنان لأنه همها أكبر عم تجيرهم للفرنسويين عطوهم هامش كبير للفرنسيين أن يتصرفوا لحل المشاكل في لبنان قدر المستطاع وهذا ما أعطى رياحة لرئيس ماكرون وعلن أنه ربما أن يكون هناك بالزيارة على لبنان لكن أنا بأكد لك أنه حتى اللحظة كل هذه المبادرات حتى منها المبادرات العربية لن تؤتي بالحل الحل هو وهذا أكبر دليل للي كله عم يقول أنه والله الأزمة في لبنان هي أزمة داخلية وليست خارجية لا أنا بقول أنه كمان في تدخل خارجي إن كان ساعي للخير أو ساعي لغير الخير يسهم في عرقلة هذا الحل اللي ممكن أن ينتج في لبنان واللي بيؤمن بالصناعة اللبنانية بيفتكر أنه بتكون أرخص له وأجهد له وأجود له وأكثر جودة يعني وأمتن وأصلب من الصناعة الخارجية لأنه ثبت على مدى التاريخ السيد جورج ونت بتعرف أنه أي تسوية خارجية ستكون تسوية مرحلية ما بتصمد بترجع بتفرض الطائف صار له ثلاثين سنة ما صامد وين صامد حكم البنان يا سيد حبيبنا سيد رفعا الطائف صار دستور لبنان كيف مش صامد دستور لبنان صار دستور لبنان نفذ منه شي خي صار دستور لبنان ما بقى فيك تقول ولا صامد حكمك وربك اليوم نحن أمام مرحلة جديدة أو تطوير الطائف أو تطوير الطائف يا أستاذ جورج أو الذهاب نحن ما يسمى به عقد جديد اللي عم يقوله وسوه يقوله لكن هذا كمان أيضا ما بفتكر أنه ممكن يكون نجع للبنان لأنه بفوتنا بمتهات كتير الأفضل أنه نروح نفذ اتفاق الطائف ونشوف عوراته ونصلح فيه هذا أهم شي الآن بالنسبة للمبادرات اللي عم تتفضل عليها حتى اللحظة ما في شي أقدر ابني عليه أنه هناك إمكان لحل حلة حتى لافهم موضوع الحكومة أو غير موضوع الحكومة لحتى اللحظة رغم كل الزيارات اللي عم يكون فيها الرئيس الحريري والمبادرات العربية الجي أو التدخل بعد الدول وعودة السفراء إلى لبنان ما في شي ملموس نقدر نبني عليه بأنه هناك في حل قريب للحكومة كل العواصم اللي عم بيزورها رئيس المكلف سعد الحريري عنوانا الوحيد بعبدة عنوانا يعني الشكوى عن بعبدة بدل ما تكون الشكوى لا بعبدة نعم نعم عم بيروح الرئيس الحريري يزور برا لأنه في مشكلة مع بعبدة في مشكلة بالمعنى هو يخلق هادي المشكلة البرمات كلها سوا بيقدر يغير في الواقع شي ما بيقدر إذا رئيس الجمهورية قال له لا اللي بيعرف شو ما كان لا نحنا عم نحكي اللي بتعرف انت بتعرف أكتر مني بفخامة الرئيس لا لا ما بعرف انت بتعرف لا لا انت بتعرف له فخامة الرئيس يعني مش لأنه يعني أنا مع فخامة الرئيس أو مع دولة الرئيس المكلف لا أنا عم بقول أنه من خلال التعاطي السياسي اللي عهد بفخامة الرئيس أو بدولة الرئيس المكلف كل العالم لن تستطيع أن تأخذ موثقة الرئيس ميشيل عون إذا لم يكن هو موثقة لا يعمل لك الرئيس الحرير عم يحاول هل يأمل بضغط ما ايه طبعا طبعا هيدا الضغط شو نتيجته بمعنى أنه تيقبل الرئيس عون يعني فيه تسوي هيدا التسوي رح تكون مفروضة المتفق عليها حتى فيه يفرض مهيك أصد حتى فيه يفرض لكن ليه ما ليه ما بتكون الأمور ببعدها بدل العواصم كله استيز جبرافو عليك هذا كلام صحيح بس أنا عم قل لك أنه إذا فيه إذا فيه أي تسوي مبنية على الفرد فرد فريق على فريق هيدا بتأسس لمشاكل لبعدين ما بتعمل لك حل أبدا ما بتعمل حل يعني حتى اتفاق الدوحة شو طلق شو بيقى منه مثلا ما بيقى منه شي لأنه يجي تحت الضغط مظبوط ولا لا أنا بقول مش هياك عم قل لك الصناعة الداخلية في لبنان أجود وأمتن وأصلب وأحسن للبلد وأرخص لأنه كل المبادرات اللي عم تجي من برا أو كل هذا الضغط هو مكلف للبنان مكلف سياسيا ومكلف أيضا على قراره على صعيد قراره السياسي الحر ما تنسى أبدا ما حدا بقى فتح كريدي للبنان أو ما حدا مفتح كريتاس للبنان كل دولة وإلى مصلحتها عندك تعليق السياسي رفعات لا بس أنه عندي تعليق على أساس الرواتب بالعشرين كان مأكد بالواحد وعشرين يبدو أنه منه مأكد أنه يدفع الرواتب ما في أكد بالأساس صميليت الدولة متراجعة والإيرادات متدهورة تعرف شو معنات أنه ما يدفع رواتب بس ما قال هو ما قال ما حيدفع بس أنت أنت برأيك في أكد ما في أكد بعدين أول واحد وعشرين بعدنا بأول لازم يأكد مش أنه أكد ما في أكد لازم يأكد لأنه مش لعبي أبدا أنك تقول للموظف تخليه لم طلق أو لم علق بين أنه بالعشرين دفعت لك بالواحد وعشرين بدنا نقدم موازنة شو معناتها لا عم بقول أحد الشروط الأساسيين قدم الموازنة بعدين تلع رئيس الحكومة رافض مناقشة الموازنة من منطلق دستوري هو بيتمسك فيه بيقول أنه هو تصريف عمل تصريف عمل بس الموازنة مثل ما فيه تشريع الضرورة فيه كمان جلسات الضرورة بدي روح معك في حال أنه سؤال بس لا بدي بدي إسألك أنه إذا كان في حال من لقى حل الوضع الحكومة وبقيت حكم تصريف العمل لمح لل لحظة شو اسمه لمح لشو مش المراسيم الجوالي شو اسمه الاثناء عشرية طيب أوكي نعم ملا أنه إذا كان ما تحلت لقصة الحكومة وما فيه ميزانية بطل بدفع للا هذا بتحجج يعني ما بصير الآن بالنسبة للأسلة تبعت مصر في لبنان بفتكر أنه هلأ ممكن اليوم أو بكرة بيردوا خبر حصل مع مقاول بس هذا أمر منه فيه شغلة خطيرة بأنه الموظفين بقى حيالله يعني بس يكون موظف يستدعى للتحقيق أو موضع شبهة أو استدعاء أو تهمة أو علامة استفهام حول دوره يوضع بالتصرف مزبوط ريس ما يتم جلاء الحقيقة صحيح وانتهاء التحقيقات والحكم عليه إما باتهام أو بالبراءة أو تبرأته وتعيين وكيل عنه وتعيين وكيل عنه نعم حاكم مصر في لبنان مشتبه به يا سيدي ما بنا نقول متهم لأنه ما فيه محاكمة وما فيه حكمة مشتبه به محاكم سويسري سويسري مزبوط عم بيقوله حاكم مصر في لبنان مشتبه به ناطرين حاكم مصر في لبنان اسمعته شو قال في ثلاث أسئلة بعدناه أو حكمه تريست شو تريست يعني عم بحكك يعني عم بطماطل يعني عم تقول مبدي يعني عم تقول مثل ما عملنا بالتديق الجناية قبل فرطنة ممكن هلأ نفرته والفراز مش طرطة هولي الأربع نقاط مرأة أولى واحدة منهم بعد في ثلاثة طيب شخص مرأة أولى واحدة اللي بتعلق بوزنة المالية حتى كمان لا مرأة أولى واحدة طبعول هاي التشريع اللي وفعت علاية أنه الكشف بده يتقى فيه يعني جميع الزبائن يعني المصارف نعم بس بتوفق المصارف أوكي عظيم أنا معك بس أنا اللي عبقوله أنه شخص مشتبه به لازم على الأقل يوضع بالتصرف بعده اللي هلأ عم بيسألوا رأيو ويطلبوا رضا وبركته ومفقته تحتى طبعا لك كيف هاي دي ما بدك حدا شوندك جواب علي أما في بعده النطرين ولا هلأ إذا بوافق أو ما بوافق يعني وكأنه ما صار شي وكأنه الأربعمائة مليون دولار يالي وراء الأكامة ما وراءه ما بنعرفش فيه خلينا نقول ننطر التحقيق كي لا نستبق أحد ولا نستبق شي بعد ما في شي هو مريان حويك وخيه رجل بعده بدبال شو التحقيق معه طب ألايا جوز ألايا استدعي ذلك تعليق مهامه بانتظار انتهاء التحقيق شو رأيه أنا رأي نحن نحكي بالقانون بالقانون أنا رأي أنه رياض سلامة اليوم أصبح حالي فريدي في لبنان أول مرة بتمرق علينا هيك حالي ما بيتخذ إجراءات قانونية بحق موظف على هذه الشبهات أو هذه الدعاوة من برا لأنه مجرد إطلاق ضعوة من برا يعني من سويسرا مفروض أنه يوضع بالتصرف أقل وهذا كان على فكرة يعني قيد البحث موضوع وضعه بالتصرف لكن أنا بقول لك رياض سلامة محمي من جهات عليا وأكتر شيء ممكن يساوه هو إخراج لائق لأكتر إذا كانوا قدروا لهذا الإخراج لائق بس لكن هلأ المطلوب من مصرف لبنان بغض النظر عن أي شيء كإدارة أن يجيب عن الأسئلة الثلاث التي وضعتها شركة ألفاريز تسهيلا لتكملة المشوار لا أكتر هذا اللي فينا نقوله ديرك كراتك بجيبه ما بفتكر لا أوكي يعني بعدنا ما في موازنة طيب يعني المعاشد بخطر ما عم نقول لك أنا ليش علقت لك وقلت لك حبيب فهمت لك بس أنا قصدي أنه الوزير غازي وازي ما له علاقة أنه عمله موازنة هو طلع على علاقة حتى يقوله أنا ما إلي علاقة هي بمصرف لبنان هو عم بيطلع بيقول لك مشان هكا أنا علاقة وزياده لفخامة الرئيس يطلع ما بعرف زياده لفخامة الرئيس بالضرورة بدي يحط يبدو في مشكلة تحت طبعا لأنه بدي يحطه بالأجواء المضطر بدي يحطه بدي يرفع المسؤولية عن حاله الرئيس الحكومة هو رئيس حكومة تصريف أعمال وهو يعني عم يصرف أعمال بالحد الأدنى مثل ما هو قال يا سيد على رأس والموازنة طيب شو بتعمل هذا اللي طلع يحكي معه لفخامة الرئيس فيه أنه طالع يحكي أنا بالموازنة بتأكيد إذا بتسمح من يخذ بريك نصبع بعد ونتابع بحوار اليوم تفضل بريك يا أحبة بريك أهلا وسهلا فيكم مجددا مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من حوار اليوم أستاذ يفعل بذوي الكابتن أدي صلوا ما أدي صلوا ما حدا ألا كابتن أو بالأحرى لا دائم أمي ما وقفت أنت كابتن طيران طبعا ولي وقفت ما وقفت يعني وقفت كان بعد عندك وقت كتير بعدها لا عندي وقت كمان إذا بضي هيك أصي لا وقفت ما جاوزت للسن بعد هلو يكون بالسماء بيزع على الأرض شو بدأ نعمل هيك السياسي عملت فيك هي والله هيك السياسي صلنا على الأرض حبينا نضل مش أنت لوحدك كلنا على الأرض حبينا فضلنا نكون جانب دولة الرئيس اللي منحص الله يطول عمر وهذا أحسن شيء صار بحياتي على فكرة الله يطول لأنه مدرسة أسس لمدرسة وطنية كنت بالمدلسة ولا تيمي أنا تيمي كنت على الأرض وبعدين رحت أعمل الطيارة حسيبة وشتغلت بأحد الدول أوكي طيار خاص ما شتغلت بالمدلسة لا يعني ما طلب لا 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 بالمدلسة ولا تيمي كتيمي كنت أنا أطلع معهم أذكره مش أن أكسب سعاد طيران بس إنما بالمدلسة ما شتغلنا أبدا أوكي هلأ على سيرت الرئيس نعم أحد الأصدقاء اللي بحبوك نعم بس كمان بعتلي شغلي بقل لي صباح الخير أيها الصديق العزيز تحية لأهلك ولضيفك عندما انتخب الرئيس أمين لحود رئيسا للجمهورية أراد تغيير رياض سلامي فتدخل ضيفك الأستاذ رفعة بدوي مع الرئيس سليم الحص الذي تمنى على الرئيس لحود عدم تغيير رياض سلامي ولأن الرئيس لحود كان يحترم جدا الرئيس الحص نزل عند رغبتي شو ردك على هذا الكلام لا كلام بمحبة عم بيحكي بس بارف ورد عليه بمحبة أنه هذا كلام لا أنا قصدي قصدي أنه عم بيقول أنه أنت والرئيس الحص يعني أنت كمستشار للرئيس الحص قدرت تطمونه عليه للرئيس لحود ما يشيله لرياض سلامي لا أبدا ما صار هذا الحكي ولا صار مني أي تدخل بهذا الموضوع لا من خلال الرئيس الحص ولا من خلال رئيس فخانة رئيس أمير الحود وعلى فكرة للكل اللي يعرف يعني أنه أنا طول فترة تولي فخانة الرئيس تسع سنين طلعت على أصرب عبداء مع جروب رجال الأعمال مرة واحدة ومرة تانية في مناسبة لعيد وطني وما شفته فيه شيء مع أصرب عبداء بلقاءات خاصة نهيا همالها أحكي مع نفس الحص مابدا لقاء خاص لا بس أنا عم تعليقا لأنه أنا دخلت أنا ما دخلت بهذا الموضوع نهائيا ولم أتدخل وأصلا بهذا الوقت يعني بتمانا وتسعين كنت بعدني بأمريكا عند حصول الحادث لكن أنا عبقى أروي لك أنه ما حصل مع فخامة الرئيس سمين الله حود بأنه في أول أحده حاولوا يلعبوا بالدولار فبيقوم بيتصل وهذا الكلام نقلا عن فخامة الرئيس سمين الله حود تحديدا يعني مش أنه أنا عم جيبه من عندي وموسع عنده بيتصل فيه لرياض سليمي بيقول له كلامتين بيجيبه يعني بيشربه فنجانة وبعصر بعض بيقول له كلامتين بيقول له رياض بدك تضل بمركزك الدولار بده يضل محل ما هو بدك تلعب بالدولار بتروح تعود ببيتك نقطة على السطر وما قاعد يتغير عشر دقايق المقابلة أو ربع سيعة وعاد انتظم الدولار ضل سابط كان رياض سلامي عم يلعب بالدولار يعني هذه إسباء أو بالأحرى دليل على أنه كان عم بيحرك الدولار توقفوا يعني كان عم أنه توقف الدولار يعني كان عم بيحركوا إذا ما بيتدخل مصرف لبنان بخصوص تسبيت سعر صرف الدولار لأنه كان معتكفوا عن عن التدخل في لكبح جماع الدولار بعد ما فعل رئيس الحريري يوم إيه طبعا صار فيه نوع نعم نعم وأصلا كان عنده معلومات فخامة الرئيس يعني عن بعض الأشياء لتفشيل الرئيس الحص بحكومته فبعت وراء قال له إذا كان بدك تلعب تروح تعب البيت ما بدك فأنا لم أتدخل وما عندي خبر المعلومة هاي كلها ياتا أوكي واضح ما عم ما فيه بس حبينا نشير عليها طيب بالنسبة للموضوع الآخر أو بالأحرى الشيء اللي عم نكمل فيه موضوع اللبناني والموضوع المالي موضوع السياسي موضوع نحنا أمام انهيار مالي نحنا أمام انهيار سياسي نحنا أمام انهيار طبي يعني بمعنى بعتلك اليوم الكورونا وأنت كاتب شيء حلو كمان اليوم نقدره نحنا أمام بداية قلاقل واضطرابات أمنية والقوى الأمنية والشيش عم بي يضلوا مسيطرين علي وإن شاء الله يضلوا نهي لكن الوضع قاب قوسين أو أدنى من الانهيار نعم الوضع على شفى الانهيار نعم والوضع لا يحتمل المزيد من التسويف بعد أو الانتظار نعم نتقلنا من الانتظار هلأ صلنا بالاحتضار ما هي صح ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها تأتي الأمور على الأقل الآن نحد فيها من الخسائر وليس نحقق فيها أرباح يعني أنا أريد أن أتشكرك كثير على هذا السؤال لأنه هو هذا السؤال المركزي كيف فينا نروح تنحد الخسائم من الخسائر ونتجه نحو تكملة ما يسمى بلبنان الكبير أنا بدي أقول لك على شيء أنه لبنان اليوم مظبوط متمقلت أنت على حفة الانهيار ويبدو أنه المسؤولين في لبنان معظمهم حتى ما نظلمهم يعني معظمهم تأكدوا أنه لبنان على حفة الانهيار تعرف شو عم يعملوا المسؤولين في لبنان اليوم مقاعدين على قارعة الطريق عم يشوفوا هذا البناء اللي اسمه لبنان الكبير عم ينهار سياسيا اجتماعيا صحيا اقتصاديا حتى ديموغرافيا ومش عم يعملوا شيء لتدعيمه أو لمنع سقوطه بالعكس عم يتسابقوا لحجز الأحجار الكريمة اللي موجودة فيه أكبر عدد ممكن لتجهيرهم لطائفتهم حتى إذا كانت صار فيه تركيبة جديدة أو تحسن بالطائف بالمستقبل تكون كل واحد محسن بطائفته وعنده أكبر عدد من الأحجار المدعمة ويفرضها على الطاولة للأسف ما حدا بيله على الوطن بيله على الطائفة وأنا اللي كتبته اليوم يعني كتبته من وجع قلب لأنه أنا بفتكر أنه صحيح الكورونا اليوم صارت مع كل جرس كنيسي ومع كل أدين المسجد عم يبشرنا برحيل عزيز ولا قريب لكن اللي أخطر منه هو داء المحاصصة الطائفية فأمام إنقاذ لبنان لبنان اليوم بالعناية الفائقة مثل ما أنت تفضل بالعناية الفائقة هتنفسه إصطناعي حتى كمان مالياً اجتماعياً أخلاقياً أمنياً اللي بدك ياه لكن فيك تقلي أنه أمام إنقاذ وطن أمام إنقاذ وطن تسقط كل الحقوق الطائفية أم لا أنا أقول فلتسقط كل الحسس الطائفية والحقوق الطائفية أمام إنقاذ وطن لأنه لبنان وطن إنسان بلا وطن أو طائفي بلا وطن ما بتفيد حوة أنت بتكون راحت عم تفتش على انهيار لبنان الكبير اللي عرفناه من زمان وعدنا إلى جمان المتصرفية أو رحنا رجعنا بعدين على ما يسمى ب عايسيب القائم مقمياتين طبعاً طبعاً بدك ترجع له هيك بهذه مشان هيك أنا هلا عم أقول بعد ما يعني حتى حتى أكتر من هيك حروح معك أكتر من هيك أوغلوا في الحسس الطائفية حتى وصلونا لهون حتى في اللقاحات اليوم صارت كل طائفة عم تتصارع من نين بدا تجيب اللقاح لحتى تبيعه مش لتبيعه لتأدمه لطوافه لا بيبيعه بكرة بيبيعه بكرة بيبيعون يا أستاذ ما فينا نستمر هيك يا أستاذ جورف يا أستاذ جورف ما عندهم رب المصار بقولوا لبنان بلد الطواف طيب بس أنما أمام انهيار هذا الكيان اللي يممنا كلياتنا ألم تقدم الطواف المفروض من الطواف أن تقدم كل ما لديها لإنقاذ هذا الكيان ويجعدوا على طاولة مثل هذه الطاولة المستديرة ويوضعوا كل إمكانياته لإنقاذ طيب هون أنا ليش حييتك بسغالة لأن المطالبة بالحقوق الطائفية أو المذهبية لن تجدية نفعا مهما كان بس تكون تسوية قريبة وهون بين هلالين بدي أفتح أنا أدعو بكل شففية الثنائي الشيعي وتحديدا اللي متمسكين بوزارة المالية أن يبادروا إلى حل حلة موضوع وزارة المالية ويتخلوا عن يعني إكراما للبنان وتسهلا لموضوع الحكومة أن يتخلوا عن التمسك بموضوع وزارة المالية ليجبروا من يتمسك بحقوق الطائفية أن يقدم أيضا تنازل أن يبادروا إلى التخلي عن وزارة المالية حتى يجبروا الآخرين على تقديم تنازلات أيضا وتبادل الحقائب الوزرية هذا أقل الواجب بالنسبة لوطن إذا كان بدنا وطن بفتكر أنه هذا أقل الواجب أما إذا كان كل واحد بده يضلم تمسك بحقوقه الوزارية على أساس الطائفية تسقط كل المحرمات الطائفية وكل الحصانات الطائفية وكل الحصص الطائفية أمام بقاء وطن لأنه من دون وطن نحن مشردين شعب مجمع على بعضهم أصبحنا مشردين مشان هكا عم بدعي بكل شافة فيه أن يبادروا إلى التخلي عن موضوع الوزارة المالية ليجبروا الجميع بما فيهم الرئيس فخامة الرئيس ويقولوا له قدمنا شي ويجبروا كمان جبران بسير ويقول له قدمنا شي ما بعرف الأصعب أنا هيدا مقترح أنت عم تقول شو المقترح أنا عم بعطيك مقترح لا وأنا عم بعطيك يجب أن يكون هناك مبادرة من مكان ما ما حدا يعول على كل المبادرات العربية وعلى الموفدين هني بيتنازل عن يعني أنا عم بيمشي بالافتراض حضرتك اللي هو مستحيل أنا برأيي ما رح يفعله ده وبيعملوا مشكل كرمال وممكن يصير أكتر من مشكل كرمال لا أنا بيقول لك عم بتبين لا أنا بيقول لك شي لو بده تشتي غيم لا إذا في حكي جدي بالحكومة بيعملوا مشكل ولا بيسلموا لوزارة المالية أنا 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 ما هي أنا أنا بيحترم برأيك بس أنا بقول إذا في حكي جدي وجرد يعني عم شوف قدام شو عم بيسير يعني إذا في حكي جدي بالحكومة ووقفت على قصة المالية حل حالتها أنا بفتكر أنه حلوة من الأول بس أنا عم قول بأمانة بادروا أنتو أعطوا شي لحل حالة الوضع لأنه إذا كان بقينا كل واحد بتمسك هذا بالعدل والداخلية والطاقة والمالية ما ممكننا عملنا شي ممكننا نحن مجربجين وبرجع بقول لك ما حدا يعول على كل اللي جاي من برأ لأنه حتى الدول اللي من برأ عم تدخل في لبنان واللي غابت عنا سنين وإيام ومصر بيناتهم يعني والإمارات وغيره اللي غابوا عنا وهلأ عم يرجع يطلوا علينا ومبارح كان هون وزير خرجية قطر كل واحدة إلى أجندتها الخاصة شو جاي كل العالمة بتسأل هذا السؤال شو جاي يعمل وزير قطر برأيك أنا وزير خرجية أنا وزير خرجية لا يتصرف لحاله يعني ما يشهر بس إنه جاي ما دوع بكل شي بدك تتوقع هلأ من هلأ وبالرأي قطر ستلعب دورا محوريا في المنطقة لأنه قطر هي اليوم صلى من عشر صلى من سنة 2010 تلعب دور محوري لا لا بضرب بضرب كل المنطقة ما علي يعني 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 مش همسير أنا ما بسير حدا أنا ما بسير حدا ما بسير حدا شو بتقل لي حرب الأنابيب ولا عدت قطر مع سوريا بالألف العشر بعرف دورة سيئة في سوريا بعرف أنه دورة كمان كأخوان مسلمين أنا عم قللك شو بدك تلعب بعد دور الإماراتي كل واحد معه فرنجان بده يلعب دور وبحتة مبارح كمان في حد أنكاتب أنه هذي استعراض صينمائي كانوا إجوا ولا رغم أنه تصل بالوزير جبران بسير يعني هقعد معه واتصل بالرئيس الحغيري وأثناء وجوده بس هذا كله ما جاب نتيجة لأنه ما عنده لا مبادرة ولا عنده شيء أبدا 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 ما عنده شيء جاي بس استطلاع وبده يمكن دعم بجمعات الدول العربية لا أكثر ولا أقال مش شيء أكثر بعرف على الرأس في علامة استثماء أنا شو بدك بيقتروا بالإمارات وكلهم سوا أنا بنحكي من موقع أنا عم قللك للي عمي عوي ما أنا شايف إلا بلدي أنت مسألتني على زياراته الخارجية بس إنه قطر هلأ صالحت مع السعودية السعودية صارت بدك قطر بالأول كان بدك نتفة تنتيف وهلأ صاروا بيخضوه بالأحضان بس فل ترامب دب الزعر فيهم كلهم سوا وإجا بايدن بلش يلمون كلهم سوا على بعض وجماعتهم المصيبة قطر يلي إلا أدوار الكل في كتير بيقولوا مش أنا بقولوا بني بموقع أنا أقول وصنف حدا بس أنا كمان عمت أحد القنوات تبعيتهم المدير لمحطة طبعا اللي طياره واختفى يكان يقول أنا بمكتبي بطير نظام وبسقط نظام وبشيل نظام وصل للعتو والجبروت والتكبر والتجبر والعجرة فيه إنه أنا بغير دولي وبشيل دولي هذه الدولة الصغيرة اللي بارح تعبيني شو انتهى بالأخر؟ بنت تشيل دول عمرها ستة لف سنة وسبعة تليف سنة شو انتهى بالأخر؟ انتهى بالأخر عم يعثرت إنه نحن تعمرنا على سوريا مش منه هو الدور مو كالإله من قبل الدولة العميقة في الولايات المتحدة بس اللي عمل لك علي مو كالإله انت دور أمريكي انت ما خليتني كفى انت طلحت اللي دغري لا لا أنا عم قل لك مش هو منه هو هيدا الدور طلعتك عم تشرح بعدين هلأ بتقلي ما قدرت وصلت فكرتك يعني بكل الشارع لا أنا اللي عمل لك علي انت ما خليتني كفى إنه قطر ما حدا أنا عم دائف اللي عن قطر ولا عم دافع عن حضر كل الدول العربية تركتنا وفليت أخدونا وقاط لما كنا صبيين مرتبين أو بالأحرى لما كنا حلوين وتركونا عم نسبح حالا بحالنا حتى ما نقول شيء أكتر منه لكن دورة بسوريا منتصة ووزير خارجيتها طلع وقال نحن تعمرنا على سوريا ودفعنا 137 مليار دولار لنهد النظام بسوريا مزبوط ولا لا وشاردت مننا الصيدة مزبوط بعدها لحد هلأ شاردي منهن ورح تشرد منهن ما بيقدروا يناولوا من سوريا لكن أنا بيقول لك لأنه أجندتهم هن الدول اللي عم يتدخلوا في لبنان كل واحدة إلى أجندتها الخاصة بدهم يقاطبوا على بعض فيه عندك العامل التركي فيه عندك العامل الإماراتي اللي بيوجه منه فيه مصري متفق مع الإماراتي بيقال لك أحسن ما ياخدوا حصة منه فيه سفير كان غائب عن لبنان ثلاثة شهر رجعي جا لحتى يشوفوا الوضع كيف ساير على الواقع كل هذه الأمور منا متفقين مع بعض كل عياتهم حول أجندة معينة لإنقاذ لبنان كل واحدة عندها أجندتها بدت تحققها من خلال لبنان بشان هيك أنا عم أقول الحل الداخلي هو حل أو الصناعة الداخلية أوفر وأفضل وأحسن وأمتن وأصلب للبنانيين وللأجيال أن يكون فيه حل داخلي لبناني ويدربوا مثل بأنه اللبناني مهما اشتدت عليه ما بيحل الاجتماع مع بعض وإيجاد حلول أسأل الذهاب إلى الإليزير الذهاب إلى الإمارات الذهاب إلى المملكة العربية السعودية الذهاب إلى قطر كله ما بفيه تصدقني ما بفيه تصدقني اللي بفيد هو أن يجلس الجميع حول طاولة أو يصار جديا إلى حل حلة موضوع تشكيل الحكومة صعب ما صعب ما بعرف بس أنا بقول أنه بالأخير ما بحك جلدك إلا ضفرك هل هناك غشاوي أو غموض أو سوء رؤية مثل الغطايتة يعني قدام الرئيس الفرنسي حتى يربط بين عودة الاتفاق النووي بدخول إسرائيل وسعودية يعني إرضاء السعودية بالاتفاق النووي مقابل أنه السعودية تقدر تساعد بالموضوع اللبناني هل قد يحط الموضوع الكبير بموازات موضوع صغير؟ الكلام اللي عم بيناقل الرئيس ماكرون أنه عم بيرضي السعودية بإدخالها إلى الاتفاق موافقة على الاتفاق بلبنان ورئيس سعد الحريري عم الحكومة هل قد الأمور هل قد صغيرة أنه عم بيربط بين الحريري يعني عم بيربط بين إيران وبين الحكومة يعني أنت بالمختصر عم تقول أنه منعطيك بهالإيه تعطينا منهم لا مش لها الدرجة يعني كلهم قاعدين نزيل نزيل اليوم حطين الحريري بموازات روحاني لا يا ظلامي مش له هالدرجة مش له هالدرجة أنها بعض آخر هم إيران موضوع الحكومة في لبنان ما بتدخل في ترك الأمور حتى سوريا اليوم إذا بتروح بتحكي معهم بخصوص الحكومة في لبنان صدقني بقولولك يا خي نحن اللي فينا كان فينا ما تسمعنا بشي مشكلة باللبنان صدقني متل مع ما حكي ما ننفاضين لها القصة ما هلأ إذا بدك تقرأ جرائد وشوا بيكتبه أو بالأحرى تقرأ شوا بيحلله وما يحلله على زوء بعدها ما بسي عام تأثر فيه موضوع عالمي مثل أتفاق النووي وأهميته لا يساوى مع عرق الحكومة في لبنان هلأ أنت بدك تقول لي أنه الولايات المتحدة اليوم أو المملكة العربية السعودية تخلت عن موضوع عدم مشاركة حزب الله في الحكومة طالع بإيه ده لا ما طالع بإيه ده بس مثل ما قلت لك أن المملكة العربية السعودية ورئيس الحريري ما بيقدر يطلع بره المظلة السعودية على تشاور بده يتشاور معهم ما فيه مظلة سعودية هو ما بيقدر يطلع حتى لو السعودية ما ردت هو ما بيقدر يطلع بره المظلة السعودية يعني كنا نشوف رئيس الحريري بس يوعى بمشكلة بالزمانات كان يروع على سوريا هلأ بابا فيه هلأ صاروا يروحوا على يجعوا يروع على السعودية هلأ لا في سوريا ولا في السعودية مش هكذا عم قللك عم بينط ضغري على أنقرة صاروا عم بيروحوا عند العسمالي من أول وشديد لا رحلة أنقرة كانت منحة آخر عنده مشاكل ملفاتهم رئيس الحريري ما عم بيدعس بالسعودية عم بيدعس بالسعودية هيك أنت الصورة ترسم ما في كيميا ركبة ما في كيميا ركبة بالسعودية بالنسبة للرئيس الحريري فيه انتقادات كتير وفيه تأرير كتير انطلعت من هون باللبنان لطشايتنه للزلمة وانت بتعرفها يعني ما في مين ما فيه مجال انه نوعد نذكر فيه هلأ وضع منه سوي مع المملكة العربية السعودية واصلا السعودية هلأ مش فاضي لموضوع لبنان وبتقول انه نحنا عطينا كتير من وقتنا ومن اموالنا للبنان سرقت الاموال وما صار شي باللبنان شافوا فتحوا تحقيق مين سرقة ما فتحوا تحقيق ولا حيفتحوا تحقيق للأسف يعني لما جرى بيفتح تحقيق بالمملكة العربية السعودية ما قدر وصل لشي ما هيك يعني خلينا لا انا قضي السعودية بريدس كارلتون مشهور على السعيد دي لا انه قضي يا السيد زفعت انه لو بيطلبوا فتح تحقيق بالاموال يلي بعثتها السعودية ولمين راحتوا على سندق مين فاتتوا عجيوب مين وحسابات مين كانوا بيعرفوا شو صار وبركي بيتغير الموقف من لبنان كانو نص المسؤولين انو هنب يعرفوا مين سرق المصريين اه كانو نص المسؤولين البالبنان زمتها مين بالموضوع عظيم كانو كلهم ياخدوا بركي اكتر كانو كلهم ياخدوا عظيم يعرفوا يسمو مين غايدة طبيعة مطلوب بنهم هنم مش مطلوب بنهم هنم اه بس عبي نظالم شعب طبيق بيك اكمله بسبب طعم من الزعرام والنصوص يا استاذ جورج ما حدا نسألان على الشعب حتى المسؤولين في لبنان زعماء الطواف من نسألين على شعب ولا سألين على مستقبل الأجيال لك معقولي أنه الطلاب يتبهدلوا ويناموا بالطرقات برة وما حدا نسائل فيهم لإقرار مشروع الدولار الطالبة لك معقولي مصرف لبنان لحد هلأ بعد بقولك أنا عملت للي المصارف ما في حدا يروح يضغط على المصارف لا ينفضوا تحويل الدولارات لأولادهم معقول هالكفر ها أنت عم تشوف ابنك عم يتبهدل برة وعم يتشلوط على دولار لأنه الدولة الدولة عندنا هم مش أو المصارف اللي هن حاكمين الدولة مش ابنانين يبعطوا دولارات لأولادهم يحاولوا دولارات لأولاد اللبنانيين معقول هذا الحاكم مثل ما أنت حضرتك في فيسدين وحرمية ولصوص وقتلة ومجرمين والدولة العميقة والغميقة والفايشي والطافي حميته الحاكم وهو مغطاهم أكيد هذا معروف ومتفق عليه غطوني بغطيكم سهلولي بسهلكون كشفوني بكشفوني أبدا هادي هي المعادلة عظيم هادي هي المعادلة ومشان هاك أنا عمل لك مش رح يوصلوا للمحل لأنه يعني التحقيق مع رياض سلامة أو إذا بدك تروح لمحل أنه عمصر في لبنان أو رياض سلامة مش مش تعلق براس رياض سلامة أو متعلق متعلق بكتير من اللي موجودين في لبنان حتى خارج لبنان كمان أنا في شغلي هوني بس إذا بتسمحي فضل لأنه هادي مباريح توقفت عندها نعم مع صديقنا الحبيب ودي عائل ليه طب وديع بحيي لو وديع سنة 2013 سلم رياض سلامة مريان حويك إدارة محفظة بقيمة 400 مليون دولار بهدف تمويل لك الرقم حفاظ الرقم نعم نعم حفاظ الرقم 400 مليون دولار نعم بهدف تمويل knowledge economy ثم تم رفع المبلغ إلى 600 مليون دولار نعم ماذا كانت النتيجة من حسب وكيف هل استفادها شباب لبنان من هذه الأموال أين هي هذه الأموال نعم اليوم سلامة وحويك مشتبه بهما بطبيئة الأموال يستطيع أي لبناني متضرر الإدعاء بس أهم شي عم بيقول أنه في 600 مليون دولار حطهم بتصرف مريان حويك رياض سلامة باي باي مش معروف ما في حدا بالدولة كلنا سوا يقل له وين إني ما فيه وديعاء بياريتنا نحنا بالدولة كنا سألنا بس ما للا بحكي الكل ما باستثني حدا ما باستثني حدا الكل معقولي 600 مليون دولار من 6000 دولار يعني روح الدار فيك تسحب 6000 دولار اي 6000 دولار في تسحب 600 ألف سحبوا 600 مليون دولار مختفيين هلا قال هادي شو knowledge economy knowledge economy knowledge economy اقتصاد المعرف ايه ها بيقولوله اقتصاد المغرفة مش المعرفة غرفون غرف اختفيوا والله يا استاذ ايه لا فيه جرام بحق الشعب اللبناني بس للمشكل المشكل انه بعد حد هلا ما تطورت عنها ثقافة يعني الحقوق الزيتية للانسان صار في حقوق طائفة تدقى على حقوق الانسان في لبنان الكثير من اللبنانيين صدقني ما بيحبوا قصة الطائفية لكن ايضا كمان في شريحة كبيرة بتفضل الزعيم الطائفة وتفضل الحقوق الطائفية عن المصلحة الزيتية او المصلحة للانسان ومصلحة العيش الكريم في لبنان كانسان محترم يحترم في وطنه وهلأ اذا كان ينزل ثلاثة اربعة او بيضل مية ميتان او الف الفين على الشارع اطهار عم ينادوا بلبنان عم ينادوا بوحدة لبنان عم ينادوا بالعيش الكريم بتفوت عليهم اجهزة المخابرات بتفوت عليهم اجهزة السفرات بتخربت الدنيا كلياتها وبتكركب لك القصة بيفشلوها للأسف انه لحد الان بعد نحن عنا بلبنان ما في سقافة المواطنة الصحيحة اللي تضمن مستقبل ابني يعني هلأ متما انت بدأت بالحلقة عم تقول بسنة الاربعة وستين كنا نحن بأرز واحد وأرز اتنين وأول بشر بالأول ناس بالمنطقة كنا عم نفكر بالبرنامج الصاروخي ما لتقى حدا يعود يطور لك يا لأ اجينا خبر من بره بس بدل ما تكون في عندك التزام وطني صحيح لأ حتى الرئيس فؤاد شاب الله يرحمه قال له ان هنا خمسين الف ليرة لبناني دعما للطلاب مزبوط طيب يعني هلأ بمعناته بخمس ملايين يمكن ودفع بس يجيك من بره رسالة من دي يقول انه بلالك لا لانه لبنان مستضعف بس لو لبنان قوي مثل اليوم اليوم عند انت عندك برنامج ساروه وتعقول تعيجيك تهديد من اي من اي محل اللي كاته ما عم نحكيك تعيجيك تهديد من اي في زلزال وفي اللي بدك وفي صواريخ دقيقة كمان مشان هيك انا عم قل لك انه لبنان بدل ما يكتسبوا منه هذه القوة لتعزيز القدرات الداخلية على مراكز القوة في لبنان وكل هذه المبادرات صدقني هي لنصرة فريق ضد فريق آخر لن تؤتي اكلها يعني المبادرات الخارجية الاجتماع الداخلي والاتفاق الداخلي هو لانقاذ لبنان انا بدأي كل واحد ما قادر يعطي لبنان مثل ما هو من ضميره وشايف انه لبنان او هو عقبة في وضع الحلول يتفضل يتنحى وخلي غيره يركب يعني هنه عم يطلبون الشعب يتنحى لا برافو عليك عم يطلبون مننا نحنا كلنا نتنحى يعني نحنا بلغنا من العمر عاتية وصرنا شيبان هلا خلصنا بس انما وشفنا اللي شفناه وانكن نشوف اكتر بس انما هالاجيال انا قلبي على ابني قلبي على عائلتي قلبي على بنتي شو بأي مستقبل نحنا ورتناهون اي اي باللبنان نحنا ورتناهون مش عايب علينا مش عايب علينا نحنا عايب عليهم لا انه عايب علي لبناني كمان ما يكون عنده سقافة يتخلى عن منطق الطائفية والمذهبية عايب على الزعران مش عالقوادي لا مش الزعران هني الزعران زعران الاوادي مش عايب عليهم استيج جورج هو اللي عليهم انت اسرقت لبنوكي او انا انت اللي فرق الخزينة انت اللي تديانت من دون حساب الحمد لله انا عاشت في المدرسة كلها عزي وانا فيه هني اللي نهبوا اللبناني عم بيحملوك بيقولك ايه المسئولية تلك او كي بتتحمل مسئولية بس مش نحنا الحرامية هني الحرامية ايه بقعرف ان الحرامية هني الحرامية مش نحنا والدليل انه سرعوا مصريات اللبنانية حربوا الرئيس الحس لانه هو ما سرع مثلهم لانه هو تعفف لانه هو كان نزيه نظيف لانه ما بيشبهون مش هنهيك حربوا مش هنهيك حربوا مش هنهيك بالامانة يا عم نحكيك سيصاحب موقف بس كمان رئيس الحس الله يطول بعمره اخر شي خضعا للمنطوق الطائفي مش هو خضع انه فيه موجة هيك بدي ايه خلص ما بقى فيها مشيك ابدا ولا يوم من الايام انا بذكر لك حادثة يا استيس جورج نورني هو رئيس وزارة اجت مجموعة من المشيخ اللي عنده على البيت كان بس يخلص السراي يستقبل عنده بالبيت بالمكتب تعرفوا اجوا مجموعة من المشيخ كبار كتار يعني عدده وعدوا وين قعدوا وعدوا بالبيت مكتب صغير لا مش بالمكتب بالصالون البراني كان مفتوح على بعضه وسمع لهم عم بسمع لهم حقوق الطايفة حقوق الطايفة حقوق الطايفة لمدة شيء اكتر من ثلاث اربعة الساعة بعد ثلاث اربعة الساعة قالوا انخلصتوا يا اخوان عرض المشاكل قالوا له ايه نحنا مطلب بينك قالوا يا حبيبتي بس انتو نسيتوا انه انا سليم الحص رئيس وزراء لبنان ما إني رئيس وزراء لا عيش بكار ولا رئيس وزراء الطريقة جديدة انا رئيس وزراء لكل لبنان يعنيني كل إنسان في لبنان مش بس وليت طائفتي طيب هيدا اليوم هون بتلاقي منه شوناك سقطو وأخرج من الحياة السياسية قبل بوقت كتير مش أخرج هو يعني نقع عن نفسه سنة الألفان مش إخراج للرئيس الحص طلعوا لهم أبي له واحدة جابت ألفان صوت بالأسف بالسقط الرئيس الحص رجعنا للسقافة الزيتية يعني لو في سقافة زيتية ما حدا بيقبل أبدا لأنه رجل مثل هذا بتشوف حالك فيه أمام العالم العربي كله بما بأدقوا العربية وما بأدقوا الداخلية وبما بأدقوا مكافحة الفساد وهو مؤسس منظمة مكافحة الفساد العربية وزال أمي ما بده من يشهد فيه ولا بده من يحكي فيه لا بقرب على المال العام وكان أمين وحكم بضمير وانت بتعرف أنه الكتاب اللي عندي أنا يحكي عن قصة الدولة الرئيس الحص بين السلطة والإنسانية لأنه فيه أمور كتير وهو ما حاب يحكي أنا بس هو حكم بضمير حكم ضميره من أجل هالناس وكان يعني مؤتما على مصائر الناس وعلى مصير لبنان للأسف أنه ما عنا باعت سقافة لتميز مين وكان تطلعوا له دعاية أنه أنت شو جابك على لبنان أو ليش لا تعمل رئيس وزارة بلبنان خرجك تعمل رئيس وزارة بالسوات بتتذكرها يمكن صحيح ما في شك لأنه شو بين أصنا كان يدعي أكتير من هذه القصة لأنه كان يعتبر أنه لبناني بيطلع له يكون مثل السواد وأحصى من السواد لأنه نحن مجموعة من الطواقف موجودين في لبنان بيعيش بوئام وسلام فيما بيننا وبيطلع له لبنان يكون هاك بس ترفع عن الطائفية والمذهبية وكل من يترفع عن الطائفية والمذهبية في لبنان يتم تدفيعه تمان كبير أنا بشكر ربي أني عشت بمدرسته وتربيت على مبادئ مدرسته وهو حضلني وبدروس الخاصة اللي عطانيها بالتعاطي بالسياسة ما بيقدر بيخدها ولا بيتعلمها بأحسن جماعات العالم ما بممكن حصلها من رجل وثق تجاربه في الحكم ب13 كتاب بأمانة كتبهم وليستفيد منهم هالإنسان ويترفع عن مصة الطائفية بس بالأكس أوغلنا بالطائفية أوغلنا بالمذهبية كنت تتوقع لو صحته أحسن من هك أكيد الرئيس الحص الله يطور بعمره بس عم بقول كنت تتوقع لو كان سنائي الرئيس الحص والرئيس عون نيناتهم في الحكم الوضع يكون أفضل من هك لا أنا بقول لك شيء أحسن من هك لو كان الرئيس الحص بصحته أنا بقول لك أنه ما كان قاعد ببيته ولا لحظة كان دائما لأنه هو صاحب مقولي شهيرة لو فقد الأمل ووجب علينا اختراع الأمل كان بيظل يحاول ويطرح مبادرات ويقرب وجهة نظر حتى نصل إلى تسوية أنا عمو كتجربة بالحكم يعني كانت تجربة لأنه برغم الاحترام الكبير بين الرئيس الحص وبين الرئيس الحوض حتى كان في مطارح ما كانت ناجحة كثيرا للتجربة بماذا عن الحرب اللي شنت عليه للرئيس الحص وتوجد لا حربون تناتهم بس كمان الرئيس الحص حوري بأكتر لأنه كان مطلوب إزاحته لمسا حتى رئيس الحريري لتسبيت الزعم السني لرئيس الحريري وهيديك شيء بس أنا أصدق له هالتجربة بين الرئيس الحوض والرئيس الحص كان ممكن إذا تكررت مع الرئيس عون والرئيس الحص تؤتي ثمارة خصوصا أنه في تقارب العمر حتى بيناتهم تقريبا يعني أكيد الرئيس الحص أكبر من الرئيس الحص بخمسة سنين أو أيام وليد الرئيس الحص تسعة وشرين تسعة وشرين الله يطول به أنت برأيك كم ممكن تجربة تنجح ما بعرف ما يحكم عليها مسبقا بس أنه بفتكر أنه كان ممكن أنه تنجح بس على شرط بخارج المنطوق الحصص الطائفية يعني كانوا اتنهنات الرئاسة حكومية يعني الحقوق الطائفية يعني أنا بالـ 88 بعرف تماما شو هو اللي بيدقه بشوكي للرئيس الحص يعني بمعنى هو أن تتكلم بالطائفية أو الحقوق الطائفية هذا الشيء ما بيقبله أبدا بيقوله أنه أنا يعني حسب الدستور مفروض تكون مسلم سني لتولي رئيس الرئيس الثالث بس هذا ما بيعني أبدا أنه لازم تدلك على طول بقاعد بأفص وما بتتحرر من هذه القصة يجب علينا التحرر من الطائفية والمذهبية لأنه علة لبنان هو بيقول هو الحصص الطائفية والطائفية في لبنان لما تطلع منها أنت رحت على مفهوم الوطن بل ما بتبقى ساكن فيها لا يمكن أن تحلم بوطن هل سيستطيع الرئيس ماكرون الجمع بين الرئيس عون والرئيس الحريري هل سيستطيع الإيجاد أرضي مشتركي مجددا للتواصل لكن للأسف وين صرنا؟ صرنا بنروح عند ماكرون حتى يلاقي صلحة بين اللبنانيين شوف السيد جورج أنا حكون واضح معك بها العلاقة بين أو الكيمية اليوم صارت بين الرئيس عون وبين الرئيس الحريري صارت صعبة أنه تركب ما فيه ما نريك بيه وانت تصور هلأ لو نجح ماكرون ايه لو نجح ماكرون ويزلل هالعقبات وروحنا على حكومة بعد كل هذا الخطاب العالي النبرة بين الطرفين هل تتصور انت كيفية التعامل أو ما هي الكيمية الي ممكن يتعاملوا فيها اتناناتهم مشان حكومة هي ستكون يمكن تسوية مرحلية تقطيع وقت ليش أكتر ولا أقل مشان هيك أنا عملها ما حدا بدي أقدم تنازلات لتسوية مرحلية المطلوب هو اليوم إنقاذ وطن وإنقاذ الوطن ما بيجي بمرحلة تسوية ما بيجي تسوية مرحلية في الحريري يعني؟ ما بعرف ما بعرف كيف نقوله هو عمول ما بده يعتذر ما يعتذر ما حدا طالب منه يعتذر طالب منه أن يعمل مقاربة جديدة لتشكيل الحكومة بما يرضي صلاحيته ويرضي كمان ما ينص على الدستور مع فخانة الرئيس سيد رفعت رئيس الجمهورية قعد جمعة معامل استشارات نيابية كل الأمة الدنيا كلها سوى طلعت عليه أنه أنت عادت جمعة معاملة استشارات صار له رئيس الحكومة خمس شهر خمس شهر صار له منه عامل حكومة ويا محل الكحلة بعينك ما حدا بيقل له كلمة نسيت حكومة الرئيس تمام سلام فيه استضعاف لموقع في لبنان يا أستاذ رفعت فيه استضعاف لموقع رئيس الجمهورية كيف معينة؟ لأنه أنا جمعا ما بعمل الاستشارات كل العالم بيجيشوا ضده بالعلام بيجي رئيس الجمهوري رئيس الحكومة بيجي بيطلب بيقض بيعمل ما حدا بيحكي معه كلمة لا والله أنت معك حق ولا همك ما هذه من العيوب يا أستاذ جورج هيدا من العيوب عيوب الطائف اللي ما أوضع مثلا مهلة دستورية لتشكيل الحكومة لا ما بيقبله وتتزبط ما بيقبله ما بيصير طلب رئيس جمهورية عملوا وعدلوا الدستور عملوا وقت مهلة للاستشارات ومهلة للتكليف ومهلة للتقليف مزبط ليه رفضوا ليه رفضوا رئيس جمهورية رفض ليه رفضوا وأنا اللي عمل لك ما بيمشي الحال هلا بتسوي مرحلية يعني مش هم أنه شكل حكومي لحتى تمشي بلد لا في شيء اسمه صار بالبناء أو بنية النظام صار ينكشف يعني خلال الممارسات أنه في عندك خلل باتفاق الطائف وهاجب تصحيحه وما في مينع عبني يتطور لأنه الطائف ما النقرآن منزل يعني ولا نجيه منزل خلال بتركيب كله خلال بتركيب كله خلال بتركيب كله بالمفاهيم بس يكون بلد كيام مرفوض من اللحظة الأولى من اللحظة الأولى كان في رفض للبنان الكبير من قبل شريحة من اللبنانيين هن المسلمين السنة نعم لك أنا ما بحب اتخبأ نحن أين ترفضنا؟ لا حبيب قلبي مش أنت نحن أين ترفضنا؟ مش أنت مؤتمر الساحة الستة وثلاثين ببات الرئيس صائب سلام بالمصيد بأكبر دليل على الرفض لبنان الكبير والدعوة لعودة الأقضية الأربعة ما هيك؟ أنا عم بحكي غلط والدعوة لعودة الأقضية الأربعة إلى سوريا وعطرابلس إلى سوريا سهل أبتك للمزبوط إذا كان بدي يضل لبنان هيك وحيط الله صدق أنا ما أفتح شروحات المهد أنا أقول من اللحظة التي قام فيها هذا الكيان لبنان قام وخلص لبنان الكبير قام وخلص حافظوا عليه اتفاقية الطائف هي ضرب للمثاق ولفكرة الأساسية اللي قام عليها التوازن بالمثاق بين رياض الصلح ومشار الخوري ليش بدنا نضل رياض الصلح مش شخصين كطائفتين نعم الله يرحمك بس ليش بدنا نضل نتخبى برا أسبوعنا كمان في المهابل لما واحد بيجي بيقول لك الحقوق أنا عم بحكي الأمور في أوضح من هك حقا لما واحد بيجي بيقول لك الحقوق 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 طب شو هيدا وين بودي يعني أي حقوق حقوق مين تتسأل مين عم يطالب بالحقوق مين عم يطالب صال لك مئة سنة وشاركي وغبن والله ما بعرف والله ما بعرف شو معنات الحقوق يا خي تما أنت عايش ببلد ما معقول يكون في واحد عنده حق ما حق ما هو أصلا أنت لما بدك تيجي تطالب الحقوق تعفتش على المراكز الأولى مين أخذها أي طائفة أخذتها وسأتأل لي على حقوق فيه قبل ما نختم بس ديئة فضل أنا هذا كمان جواب دايما بيحيرني نعم وكانوا ينادوا في لبنان أولا من 30 و40 سنة وهذا كانوا يأكلوا قتلي لأنه كانت سوريا السطوة كانت موجودة كانت موجودة نعم للي كانوا يطالبوا في لبنان أولا بس صارت الحرب بسوريا وصار فيه اهتزاز للنظام وظن وتخيلها للبعض وتواهم البعض أنه النظام بده يسقط ويتغير ويصير فيه أغلبية جديدة حكمة صاروا هن الناس يلي كانوا يحاربوا الفئة اللبنانية الطالب في لبنان أولا أخذوا الشعار صار لبنان أولا يعني كل عمره لبنان أولا مرتبط إذا سوريا مهيمني أو مصر أو لا بتوافع على هذا الكلام بس تقدر أنا استمر بالتفكير السليم إذا فيه عندي أصلا يعني تشويش حول هالنقل لا ما فيك تقول لبنان أولا لأنه لبنان معزول على عندك ارتباط عضوي مع وجغرافي وديموغرافي وحتى شعب مع الجمهورية العربية السورية شئت أم أباد ما عم بحكي عن سوريا لكن ما عم بحكي أنا عم بحكي عن تقرب تواهم البعض أنه بدو يتغير النظام يا سيدي رح سمي الأمور أنه تفضل أنه بدو يتغير النظام بسوط النظام العلوي بيرجعوا السنة بيحكموا السورية لأنه هن أكترية صار لبنان أولا لأنه الأسد راح بدو يروح كانوا يتوهم بس وقتا كانوا المسيحيين يقولوا لبنان أولا كان ينزل عليهم المسبات والمهينات منفجه ما بيمشي الحال لبنان أولا ما بيمشي الحال بس يتغير الوضع بسوريا بيتغير لبنان أولا لا حتى ولو تغير الوضع بسوريا ما بتقدر تقول لبنان أولا لأنه لبنان أطعى من من هذا المشرق وبعدين بيتحده غير سوريا والعدو والإساء وفلسطين ما بتقدر أبدا ما فيك تقول أنا لحالي معزول كالجزيرة عم بقول لبنان أولا كان مصلحة لبنان كل المخلز لشه الرئيس الحص ما كان عم يشطل لمصلحة لبنان على رأسي ما عاند السوري مشان مصلحة لبنان على رأسي طيب والسوري سقطوا طيب أوكي بس أنه ما استسلم الرجل مشان يا أغم بقول لك لبنان أولا ما بتمشي أنا عم بحكي عن فئة ما عم بحكي عن شخص يا أستير ما عم بحكي عن فئة وما الأوعدم والمخلصين للبلد بيت الرئيس الحص ما انهم مشغولين بهذه الفئة نحن عم نحكي لو بدي هكي تسميت ولا الرئيس الحص ما بخاف أنا عم تبقى ناس الرئيس الحص على رأسي وبقلبي ونحن منعتبره منارة للرئيس الحص والله يطول بعمله بالعكس نحن أهول خلينا نؤمن أنه فيه إمكانية بالبلد ليضلوا لبنانيين مع بعضهم الحمد لله أسس لمدرسة وطنية إذا هل إذا هيد الجيل ما عارفي متى الجيل يجيب لأنه في ناس مثله نحن مؤمنين أنه وشالله يصير فيه مثله أكتر يعني نحن مؤتمنين على لا مؤتمنين نحن على مبادئ المدرسة حتى ينقطع النفس مدرسة أنا أريد إشترك أستاذ رفعاد بدوي أهلا وسهلا فيك شكرا لك عم حبتك شكرا لك على هذا النقاش الحر والضمير والانفتاح بضمير ووجدان وبمحبة وبعلم وفهم شكرا لك شكرا جزيلا وأهلا وسهلا فيك وشهدين الكرام إلى اللقاء